أكد أخوان كارلوس غاريدو مدر فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم أن الأهم بالنسبة لها هو تحقيق الانتصارات بغض النظر عن أداء الفريق في الملعب وذلك بعد الفوز على سيم باطنزاني بالركلة الترجيحية في إياب ربع نهائي دور أبطال إفريقيا هذا الموسم وقال غاريدو في تصريحاتها عقب مباراة يوم أمس والتي شهدت تأهل فريق الوداذ الرياضي إلى نصف نهائي دور أبطال إفريقيا لمواجهة المتأهل من مباراة ماميلو دي سندونس أمام فريق شباب بالوزداد الجزائري وقال هدف فريقي الفوز دائما في المباريات وأشكر اللعبين على المجهود الذي قاموا بها وكنا نستحق ركل جزاء أمام سيم با لكن الحكم حارمنا منها واختتم أعلم جيدا صعوبة المباريات لإفريقيا وأتقب انتقادات بحكم أنني أقوم بتدريب فريق مثل الوداد ومثل هذه المباريات في دور أبطال إفريقيا تربح ولا تلعب